نبدأ الساعة الثانية من استوديو الحدث بملف التصعيد وتبادل التهديدات بين إيران وإسرائيل إذ وجه وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس تهديدا مباشرا لإيران في تغريدة على منصة أكس بالعبرية والفارسية قائلا إنه إذا شن التهران هجوما على إسرائيل انطلاقا من أراضيها فسترد إسرائيل على الفور بالمثل حسب تعبيره موقف الوزير الإسرائيلي جاء مباشرة بعد تهديد وجهه المرشد الإيراني فبعد عشرة أيام على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا هدد المرشد الإيراني علي خمنائي بأن إسرائيل يجب أن تعاقب على استهداف القنصلية في دمشق وأكد في خطته التي ألقاها في صلاة العيد على أن إسرائيل هاجمت أراضي إيرانية عندما هاجمت القنصلية وأنها ارتكبت خطأا القنصلية والصفارات تعد جزءا من أراضي الدولة التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا إسرائيل أخطأت في الهجوم على قنصليتنا وعليه يجب أن تعاقب وستنالوا العقاب وفي السياق رأت صحيفة معارف الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني لن يكون المبادر لتنفيذ الرد الإيراني على القصف الذي طلأ القنصلية الإيرانية في دمشق مشيرة في الوقت عينه إلى أن التقديرات ترجح محاولة تقام الإيرانيين من إسرائيل عبر وكلائهم في المنطقة مع احتمال أن يتم استهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم الصحيفة الإسرائيلية وفي تقرير لها كشفت أن مستوى الاستنفار ارتفع بشكل كبير ضمن الجهاز الأمني الإسرائيلي موضحة أنه تم رفع حالة التأهب أيضا على الحدود اللبنانية خوفا من أي رد فعل من قبل الحزب تجاه المستوطنات ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن إيران ستنتقن بطريقة لا تعرض وجود حزب الله للخطر لأنها لا تريد أن تخاطر بنهيار الحزب على يد إسرائيل قالت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة ميسونس أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقوا الحوثيون فوق قليج عدن أضافت في بيان عبر منصة أكس أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون كان يستادف السفينة يوركتاون المملوكة لأمريكيين وترفع عالم الولايات المتحدة قال البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو قوات التحالف أو السفن التجارية في القصف الذي شنه الحوثيون ومع دخول الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك انفجر صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه محافظة مأرف في سماء المدينة قالت مصادر محلية أن جزء من جسم الصاروخ سقط في مدرية الوادي شمال شرق المدينة وبالقرب من أحد المخيمات النازحين دون وقوع أي خسائر من القاهرة مدير تحرير جريدة الجمهورية سامح محروس أهلا بك معنا على شاشة الحدث في هذه التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران هل في مرحلة ما ستتحول التهديدات بالقول إلى فعل من وجهات نظرك خاصة التهديدات الإيرانية في البداية تحقيق لك يا أستاذ وضحة ولكل سادة مشاهدة في قناة الحدث طبعا في الحقيقة الواضح من خلال كل الشواهد أن أنا أمام تصعيد في الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي بيننا البلدين لكن المرجح ألا تصل هذه التهديدات اللفظية أو الإعلامية إلى سلوك أو الشباك مباشر بين البلدين طبعا لأن كل البلدين لا يرغبان في ذلك وإيران في الحقيقة حريص على أمرين الأمر الأول هي ألا تجر إيران لمواجهة مع أمريكا وإسرائيل قولا واحدا أمر مؤكد اتنين أن إيران تسعى أنها أيضا أو حريصة على ألا تجر إلى حرب السنزاف قد تؤثر على قطاع العسكرية طبعا في الحقيقة التهديدات أو الحديث الذي يتحدث عنه المرشد الأعلى اليوم هو لم يحدث توقيت معين وبالتالي المرجح الذي يكون الرد الإيراني خلال هذه المرحلة لأن إيران تعلم أن إسرائيل الآن رفعت حالة جهازياتها العسكرية بشكل كبير جدا وتالي توجيه أي عملية إيرانية لإسرائيل قد يتم إحباطها وقد لا تؤتي نتائج المرجوة منها وهما طبعا حرصين على هذا لكن أنا أعتقد على الجانب الآخر أن إيران قد تسعى العملية محدودة مقابل أن التهديد يكون فيه نوع من الضغط على أمريكا لكن أي نوع من أنواع العمليات المحدودة أو المكاسب السياسية أي نوع من العمليات المحدودة وفي أي المناطق يعني كيف يمكن أن يكون الرد الإيراني خاصة بعد هذه تصريحات عالية النبرة ومن أعلى المستويات نتحدث هنا عن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي وجه رسالة بالفارسية وبأيضا العبرية يحدث فيها إسرائيل نعم الحالة طبعا هو التهديد بشكل كبير جدا لأن يخرج عن وكلاء إيران في المنطقة سواء نتحدث عن سوريا نتحدث عن اليمن أو نتحدث عن جابة حزب الله رغم كل ما أشرت إليه التقارير من استعاد حزب الله لأسباب أن حزب الله بيمثل هو القوى الحقوقية التي تفخر بها إيران لنفوذها خارج إيران وقد يعرض لبنان لمخاطر يعرضها لعملية ضمار كبيرة قد تفكت حزب الله كثير من شعبيته داخل إيران لكن الحقيقة طبعا هي دي الجبهات المرجح أنه ممكن تشهد عملية عسكرية محدودة قد توجه فيها إيران أنا أعتقد أن الحرص الإيراني في المقام الأول سيكون سعيا وراء الحصول على مكاسب سياسية خفية سواء نتحدث عن هذه الجبهات نتحدث عن بردمجها النووي عن الإفراج عن بعض الأموال التي تتعرض لبعض العقوبات وطبعا كلنا نذكر الصفقة الشهيرة التي عقدت يوم 10 أغسطس الماضي حين تم الإفراج عن 6 مليارات دولارات إيرانية مجمدة خضاع العقوبات مقاومة الإفراج عن 5 من المسجنين الأمريكان أنا أعتقد أن الرد الإيراني أو الحرص الإيراني سيكون في هذا المجال ولا سيما أن الجانب إيراني أثبت أنه لديه قدرات قوية جدا في التفاوض والابتزاز والتهديد واستخدام الكروت المختلفة وأنا أتصور أنه هيكون الاتجاه الإيراني في هذا الاتجاه رفعت حالة التأهب من قبل إسرائيل على كافة المستويات لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية مثلا تتحدث عن أنه إذا ردت إيران فإنها لن تستخدم حزب الله للرد رغم وجود التوتر قائم في تلك المنطقة على الحدود بين إسرائيل ولبنان والتوتر الكبير من قبل حزب الله مع إسرائيل أيضا لماذا استبعاد هذه الجبهة؟ لماذا استبعاد حزب الله من الرد؟ حزب الله من الزليوم الأول لأحداث غزة من 7 أكتوبر الشبكات على الجبهة الشمالية الإسرائيل هي تخضع لقواعد الشبك محددة كل طرف يسعى إلى عمليات معينة دون توسع فيها بشكل محدد ولا سواء أن حزب الله عملياته في الأول وفي الآخر ستعود على لبنان الدولة وبالتالي النهاردة قواعد الشبك محددة بخضع لترتيبات معينة حرصا على أن هناك حسابات أخرى لحزب الله في الداخل اللبناني وبالتالي هذه مسألة مفروغة منها لكن في النهاية طبق جابة حزب الله هي إحدى الجبهات المهمة جدا وربما يكون حزب الله هو عايز أزرع الأبرز للدولة الإيرانية في المنطقة لكن فكرة عدم التواصع فيها هو خافا على حزب الله زي ما أشار التقرير من أنه يتعرض للتدمير خافا على الدول اللبنانية تعرضها لحل الدمار شامل قد يفقد حزب الله كثير من مكاسب السلسية في الداخل اللبناني أنا أتصور أن الرد الإيراني قد يتخذ مجموعة من السنرهيات قد يكون يستهدف لبعض المصالح الإسرائيلية استفارات خاصة النهاردة أعلن كبير المستشعين العسكريين لمرشد الأعلى أنه لن تكون هناك سفارة إسرائيلية بمأمن في العالم كله كلام هذا كان معلم بشكل واضح جدا شكرا سكتفي معك بها القدر لانتهى الوقت تماما مصالح الجمهورية سامح محروس كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا شكرا